المصيبة أن بعض الكتاب يستخدم النادي الجماهيري في قضيته لأنه عارف أنه من غير النادي الجماهيري هو تمسكه كذا ما يطلع لقيمة فيلتصق بالنادي الجماهيري عشان يقدر يلاقي طرح الجمهور يدعمه فيه أنت وليد لو أنت بقى تصفي الكتاب المرتبطين بالأندية من الأندية تبصفين من الأندية ما هيبقى أنك ثلاثة ربعة كتاب كل اللي في الساعة مرتبط متعلقين في الأندية وبالصراحة يمكن تتكلمنا فيها لأول مرة معظم الصحفيين المنتميين للهلال وكذلك الحكام اللي بيحاولوا يصعدوا على أكتاف الهلال هل هل مفحجتهم هم اللي بيجروا وراء الهلال ويستغلوا الهلال عشان يظهروا الزيادة يعني القضية اقتصادية وليست ميولة ليس الهلال دمب ليس الهلال دمب سواء الحكم مخطأ يقولوا الهلال الهلال ليس له دمب الحكم مخطأ لأنه يتعاطف مع الهلال لأنه يبقى يرضي الهلال لأنه يتأثر بالإعلام الهلالي تركني من الحكاية أن هذا الحكم هلالي تبقوا نفس الشيء الاتحاد برضو في حكام يتعاطفهما والناصر والأهلي بصراحة بصراحة ما فيه فريق زي الهلال استفاد من التحكيم بوجهة نظرك صح؟ يظل عند الآخرين وجهة نظر ترى قد يكون لهم لكن الواقع يقول أنه كل الأخطاء أو معظم الأخطاء المستفاد منه هو الهلال وهذا يستذنب الهلال لا يمكن تاريخيا مرسخ الفكرة هذه عندنا الله يرحم الأمير عبدالرحمن استطاع أن يرسخها بشكل كبير جدا يعني على فكرة كل مدرج عنده لستة لستة خاصة يعني إذا كان ترى تاريخيا إحنا ورثنا أن النصر دائم المظلوم وارتحاد ظلم لمصلحة الهلال على فكرة لما تجي اسمع الهلالي عنده لستة طويلة جدا من الظلم من البراءة؟ لا من الظلم من الظلم عنده حوادث كثيرة يتكلم فيها كل واحد يعتبر نفسه مظلوم نبغى نعرف منه الظالم بس نبغى نتفق بس منه الظالم